بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذا هو الرد الثاني على الملحدين ظل الملحدون يرددون عبارة أن الدين جاء لتخويف الناس وتهديدهم واستغلالهم وأن الأفضل لهم ولحياة سعيدة أفضل أن يتخلصوا من فكرة الدين أو فكرة وجود خالق والتخلص من فكرة نار جهنم لأن هذه النار هي وهمية لا وجود لها ولا يعقل أن يكون هناك خالق رحيم يهدد الناس بنار جهنم نقول أيها الأحبة تبين بأن الإلحاد يعزز لدى الملحد فعل مختلف الجرائم وبخاصة في فئة الشباب هل تتصور عزيزي المشاهد أن علماء الغرب بدأوا يكتشفون أسرار وجود جهنم ربما تتفاجأون بدراسة علمية لجامعة أمريكية الشهيرة تؤكد أن الإيمان بنار جهنم ضروري جدا من أجل حياة صحية أفضل قامت جامعة أوريغون عام 2012 بدراسة مجموعات من الذين يؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون بوجود عقاب في نار جهنم للجرائم التي يرتكبها المجرم في الدنيا وتبين بأن هؤلاء هم الأقل ارتكابا للجرائم وخرجوا بنتيجة تأملوا جيدا أيها الأحبة تؤكد أن الخوف من العقاب يمنع الإنسان من ارتكاب الجريمة وبالتالي فإن الإيمان بالله واليوم الآخر حسب ما يقول باحثون في جامعة أوريغون هو طريقة سهلة لمنع المجرمين من ارتكاب الجرائم سبحان الله إذن الباحثون في أمريكا وهم من غير المسلمين يؤكدون أن تصور الإنسان عن عقوبة في الآخرة ويقينه بوجود نار جهنم يعدل سلوكه نحو الأفضل هذا ما يقوله العلم فما رأي الملحدين بعد هذه الدراسة لابد أن يعترفوا بأن الإيمان بجهنم شيء جيد لأنه يمنع ارتكاب الجريمة وبما أن الملحد ينادي بالعدل إذن يجب أن يؤمن بيوم الحساب لكي يحاسب الله كل ظالم ويعطي حق كل مظلوم وهذا هو العدل الذي تنادي به أيها الملحد نجد الملحد ينادي بالعدل ثم ينكر يوم الحساب ينادي بالعلم ثم ينكر دراسات العلماء القائمة على الحقائق العلمية ينادي بالأخلاق ثم ينكر الأخلاق التي جاء بها الأنبياء جميعا ينكر وجود الله والعلم يؤكد أن الإيمان بالله تعالى هو جزء من تكويننا وطبيعتنا لذلك فإن الملحد متناقض في كل شيء وهذا ما أنبأ عنه القرآن في قوله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج ومعنى كلمة مريج أي مضطرب متناقض مختلط بالفعل تجد أن الأفكار في دماغ الملحد مضطربة ومختلطة عليه فهو يؤمن بالشيء ونقضه أو ينكر الشيء وينكر نقضه إذن أيها الأحبة نستطيع أن نقول بكلمات قليلة إن الله تعالى خلق جهنم ليس لينتقم من الناس بل ليقوم سلوكهم لأنه بالمقابل خلق جنات النعيم جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فأنت بكل بساطة تستطيع أن تدخل هذه الجنات التي أعدها الله لعباده المتقين بمجرد أن تعترف بوجود هذا الخالق العظيم وأن تطبق تعاليم هذا الخالق التي جاءت لتضمن لك الحياة السعيدة تمنع عنك وعن غيرك الجريمة والخلل والظلم وتضمن لكم الحياة المطمئنة فلماذا لا تؤمنون بهذه التعاليم والحمد لله رب العالمين